اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجتان إلا حققتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهران إلا أحدثت لي بلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحك ما غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة فينا قصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح الثقى ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذو الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقى ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يداً على من ظلمني ولساناً على من خاصمني وظفراً بمن عاندني وهب لي مكراً على من كايدني وقدرةً على من اضطهدني وتكذيباً لمن قصبني وسلامةً ممن توحدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبير وأثيب من حرمني بالباذل وأكافئ من قطعني بالصلاح وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإضفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات الباين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قله وإن قله من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البداع ومستعمل الرأي المختراع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبير وأقوى قوتك فيها إذا نصب ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العما عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني يصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاءا لمننك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفات وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلبي بالجدى وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرأ عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وثمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدًا كدًا ولا ترد دعائي علي ردًا فإني لا أجعل لك ضدًا ولا أدعو معك ندًا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصم رزقي من التلاف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أستغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إسرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذن من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمانع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلا واستعملني بطاعتك في أيام المهلا وأنهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم وصل على محمد وآله فأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك عذاب النار اللهم صل على اللهم صل على الرشا modulation ومرتك عذاب حسنا لك كنت اشترك PI山